مشروع تشكا بيعد هو المشروع الأهم ضمن مشروعات مصر الزراعية القومية بما يضيفه للاقتصاد من منتجات زراعية واستراتيجية ازداد حجم الاستصلاح بمشروع تشكا بمعدل 150 ألف فدان سنوياً بحيث يستهدف الوصول لأربع ملايين فدان توفر العديد من المحاصيل الزراعية هنشوف تقرير عن مشروع تشكا وعن المجهودات اللي بتحصل فيه ووصل لحد فين ونطلع لفاصل ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم ها هو يحصد ثمار تعبه خمس سنوات مرت كان فيهم ناصر صاحب الواحد والثلاثين عاماً شاهداً على تحول هذه الأرض من صحراء جرداء إلى مشروع هو الأهم ضمن مشروعات الدولة الزراعية القومية عشت يعني خدت اللي تاعة 8 سنين في مصر شغال وكده بجيت أروح وأجي بس الشغلان هذه جاتني في 2019 ونزلت فيها والحياة يعني بقت تمشي معنا تمام هنا زي ما كانت الأرض صعبة كانت الحياة صعبة وكلما الأرض بتبقى فيها خير تبقى الحياة أسهل وشوية والدنيا بتبقى معنا تمام الفرق بين دلوقتي وبين أول زيارة لسيادة الرئيس هنا كانت النخلة دي عبارة عن ثلاث ورقات من دولة شوف الفرق كانت ثلاث ورقات من دولة دلوقتي ما شاء الله النخلة دي أول أو تاني تاني طرح لها فقد أصبح مشروع تشكا بالنسبة لناصر وزملائه مصدر أمن غذائي وفرصة عمل لا تأخذهم بعيدا عن أحضان أهلهم وبلدهم شغالين بنجمع البلح وبنفرز بنمر فرز أول بعد كده البلح ده بيخش على فرز تاني بقى في المخازن أنا بلدي شغال الأول كنت بسافر 17 ساعة و20 ساعة لكن هنا بلدي دي أربع ساعات بكون هنا وفي شغلي متوقعناش النتيجة جيب الانتاج دي كله ده كل النخل والطرح جانا بدري والتلقاح بدري والموسم ما شاء الله يعني والأرض دي أرض خير والحمد لله مشروع تشكى عاد إلى النور بما يقرب من 500 ألف فدان من المنتجات الزراعية مثل التمور المصرية والعربية التي يصل عدد أصنافها إلى 40 صنفا مختلف بالإضافة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح وقسب السكر فضلا عن عدد كبير من الفواكه والموالح والبطيخ والعنب والليمون والمانجو المستورد كالشيري والأستن والكينت الأصناف دي بتمتازن هي عندنا في أرض توشكة بتيجي في ميعاد مبكر فمنسبة لنا التصويق بتاعها بيكون أحسن إن شاء الله يتعالى متوقعين أن احنا في السنين اللي جاية هنزيد من المساحة المزروعة دي سواء في النخل أو دخل الصوب الانتاج المتوقعة للفدان الواحد ما بتقلش عن 6 إلى 8 طن بمواصفات صمرة ممتازة للتصدير أو للتصويق المحل ليه خمس سنين فاندي مشغالين فاللمون دي شغالين فيه اللي هو 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 شغل على الشجر في الأرض وبحطه في برانيك وبعود يجوه على المفرش وبأكد بيع لبون مجفاف ولا يكتمل العمل بدون رقابة صحية زراعية بالإضافة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية للرعاية للخروج بأفضل النتائج ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد يكون أحد الباحثين بزيارة ميدانية كل شهر للتعرف على حالة المزرعة وإعطاء التوصيات اللازمة كل حسب تخصصه تحت توجهات السيد الرئيسي نحن نحول كل المنظومات الورقية لمنظومات إلكترونية التحول رقمي أنا كل اللي كنت بسجله زمان في دفاتر دفتر يضيع يتقطع يحصل يقع علموا أي حاجة نحن دلوقتي نحن في مزرعة ممكن الورق تضيع تتقطع إنما دلوقتي كل البيانات اللي أنا محتاجها موجودة معايا هنا على الابليكيشن بتاع المزرعة أنا دلوقتي أي عملية تمت طبعا بدأت سجلها على السيستيم طبعا كله بيتعرف هنا على الQR كود اللي أنا معايا الQR كود زي الري تسميد رش لقدر الله حصل أي أمراض ولم يكن مشروع تشكى ليقوم من جديد لو لا سواعد مصريين عزموا على شق الصخر وحفر الأرض ليخرج لنا من وسط الصحراء شريان جديد للحياة مياه تجري وتسير داخل ترع جديدة مبطنة بفعل محطات للكهرباء والمياه وطلمباط للرفع والضخ هذا المشروع هو المرحلة الثالثة من مشروع تنمية جنوب الوادي احنا دي المرحلة الثالثة بتهدف الاستصلاح مئة ألف فدان احنا قائمين بأعمال البنية التحتية وتوصيل المياه لهذه المئة ألف فدان دي تالت مرحلة فيها قمنا بكده بتسليم مئتين ألف فدان سنة اللي فاتوا سنة لقبلها وهم مزرعين فعلا وأصعب مشكلة بتقابلنا هنا اتحادات اللوجستية كنقل وخمات فاحنا الحمد لله قدرنا نتغلب على الموضوع ده بان احنا ننشئ محطات خرصانة موجودة في الموقع ومصنع طوب المصنع اللي بيسنع موسير موجود في الموقع وطبعا برضو بالنسبة للعمالة او المنبور اللي موجود في الموقع المنطقة طبعا المنطقة نائية وما فيش فاجتدينا كتوجه شركة ان احنا نجيب عمالة من سرعيد او من اسوان مدينة بو سنبل المناطق المجاورة للمشروع وتأتي مشروعات التنمية الزراعية في اطار استراتيجية الدولة للتوسع الافقي وازدادت نسبة الاصلاح بمشروع تشكا بمعدل 150 الف فدان سنويا حيث تستهدف الوصول لاربعة ملايين فدان من المحاصيل الزراعية والاساسية من الحبوب كالقمح والذرة وزيادة حجم الرقعة المزروعة الى 25% على مستوى الجمهورية بما يترتب عليها من اثار اقتصادية وديمغرافية واكتماعية مجهودات احياء مشروع تشكا عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها يعد واحدا من المشروعات الهامة في استصلاح الاراضي الصحراوية وزراعاتها والذي يأتي ضمن خطة الدولة لسد الاحتياجات وتوفير الاستيراد وفتح افاق تصديرية جديدة كريم بيبرس التلفزيون المصري